أقول رقم واحد طبقاً للتقرير الصادر عن منظمة الهجرة الدولية أن المهاجرين في مصر يسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري وأن أكتر من تلت المهاجرين يعملون في وظائف وشركات مستقرة ويسهمون بشكل إيجابي في سوق العمل السوريين يشكلون 17% من أعداد المهاجرين هم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل الاقتصاد المصري وقالت المنظمة أيضاً 30 ألف مستثمر سوري مسجلين في مصر يستثمرون قرابة مليار دولار في السوق المصري هؤلاء هم السوريون من أقل حد أصغر مطعم كبيرة أصغر ترزي صغير لأكبر شركة وإنتوا عارفين أن لهم شركات كبيرة سواء ملابس جهزة أو غيرها وكمان بياخدوا الجنسية المصري